السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء طلب التخصصات المعمرية في كل مكان أهلا وسهلا بكم من جديد أسعد بلقاء بكم اليوم إن شاء الله بإذن الله مع المراجعة العامة اللي إن شاء الله بإذن الله بنفذها أو هنتكلم فيها عن مادة المساحة وطبعا إحنا حابين نقوي إن النهاردة لقاءنا خاص بالطلبة اللي لهم دور تاني وطبعا اللي هم ما توفقوش فيه أو كتب لهم النجاح فيه الدور الأول وإن شاء الله بإذن الله احنا بنقول لهم وبنطمنهم تابعوا معنا وإحضروا أو تكونوا مجهزين وراء أو ألم ومن بداية الحلقة الأخيرة إن شاء الله تكون حلقة قيمة يعني زي ما بنقول كده أو يعني حابين ننوي إنها هتشمل كل عناصر المادة واللي بإذن الله بإذن الله إن شاء الله لن يخرج عنها الانتحان سواء في عناصر الدروس بتاعتها على شقية الشق اللي هو النظري والشق العملي طبعا حابين نأكد إن احنا المادة هنقسمها إلى جزئين أو هنتكلم فيها بداية الحلقة كده هنتكلم فيها على شقين الشق الأولاني هنتناول فيه الأسئلة النظرية والمتوقع في الأسئلة النظرية اللي هي صح وخطأ وهكمل وازكر وما شبه ثم بعد كده هندخل على التمرين والتمرين طبعا في مادة المساحة بتشتمل أو بتحتوي على أغلبها بيكون شغل عملي زي الميزانية الطولية بشقية طبعا منسوب سطح الميزان وطريقة الارتفاع والانخفاض ثم بننتقل بعد كده إلى الميزانيات العرضية وبنشوف تمرين وإزاي الانتحان بييجي فيه الجزء الخاص بالميزانية العرضية وبننتقل بعدها إلى الميزانية الشبكية وبنشوف طبعا الحالات بتاعت أو الأسئلة الخاصة بالميزانية الشبكية سواء كانت فيه أشكال مربعة أو مستطيلة أو مسلسة في أثناء عملية إجراء الميزانية الشبكية يبقى أنا هنا إن شاء الله بنحاول إن إحنا مع بعض نوصل بكم لبر الأمام من خلال طبعا نعمل إن إحنا نعمل مراجعة كاملة على كل العناصر وفي نفس الوقت لن نغفل الشق النظري لأن زي ما بنقول إن دايما الأسئلة في مادة المساحة وبيكون تيسيرا على الطالب بييجي السؤال على شقين وده طبعا إحنا أنتم شفتوه فيه الدور الأول ومرت بالتجربة وشفت ورقة الامتحان والخبرة إن شاء الله موجودة لأن انتم طبعا مرتوا بيها فبنشوف إن السؤال بيكون مقسوم إلى ألف وبه جزء هو ألف في أغلب الأحيان بيكون سؤال نظري والجزء به بيكون تمرين من التمرين أو من الأسئلة العملية بتاعتنا في مادة المساحة واللي بتغتنت طبعا في الأول وفي الآخر على أعمال الميزانيات سواء بقى ميزانية طولية عرضية شبكية يبقى هنا بيكون ملمين بالجزئين أو بيكون الموضوع التاني أو الشكل التاني لورقة الامتحان بيكون سؤال الأول نظري والسؤال وباقي الأسئلة بتكون عبارة عن أسئلة في الجداو العملية بتقيس مهارة أو قدرتك على تنفيذ الجداول بشكل عملي وإثبات دقة المنسيب النقاط ومنسوب سطح الميزان وما شابه فيه الميزانات الطولية وحساب المساحات في الميزانية العرضية إذا كنت بحث الطريق أو نفع وإيجاد منسيب النقاط صباحة الارتفاع أو فيه الانخفاض للميزانية الشبكية يبقى ده بشكل عام كده المقدمة للعناصر بتاعتنا النهاردة اللي هنتكلم فيها عن تاني بنأكد مراجعة عامة لمادة المساحة وطبعا مش حابين نأكد أو يعني نحن نلفت النظر إن المادة بتاعتنا مادة المساحة دي مادة عامة لكل التخصصات المعمرية بكامل الشعب بتاعتنا طيب نبدأ مع بعض كده ونشوف الشرائح بتاعتنا وزي ما اتفقنا هنبدأ بالجزء النظري أو الأسئلة النظرية المتقعة في الامتحان إزاي بتيجي سواء صح وخطأ أو أكمل أو أذكر وهنشوف الإجابات بتاعتها ونجاوب مع بعض يبقى السؤال والإجابة يبقى المطلوب من حضرتك إنك أنت تتابع معايا من بداية الحلقة ونجهز الورقة والألم ونسجل كل حاجة هتتقال لأن المفروض إن النهاردة إن شاء الله دي المراجعة النهائية وزي ما بنقول مراجعة ليلة الامتحان إن شاء الله بإذن الله لن يخرج عن الامتحان نبدأ مع بعض كده ونشوف طبعا هنبدأ بالأسئلة النظرية زي ما اتكلمنا هنا في سؤال بيقول لي في ضوء دراستك لمادة المساحة وضح طرق قياس الميزانية يبقى هنا في السؤال بتاعي بيقول لي أو محتاج إنك أنت توضح الطرق أو طرق قياس الميزانية وطبعا دي احنا كنا درسناها وكان الجزء ده في الجزء الأول أو في الترم الأول فالإجابة هنا بيقول لي بتتقسم طرق قياس الميزانية إلى طبعا طريقتين الطريقة المباشرة لقياس المنسيب والطريقة غير المباشرة لقياس المنسيب يبقى هنا بأكد يا شباب وبيقول لك إن أنت عندك طريقتين لقياس الميزانية أو لحساب الميزاني بكل بساطة وبكل سهولة لما تيجي تجاوب هتقول إن الميزانية بتنقسم إلى طريقتين طريقة مباشرة القياس وطريقة غير مباشرة طيب نشوف السؤال اللي بعده بيقول لي هنا أذكر أنواع القامات وطبعا إحنا كنا نتكلمنا عن أنواع القامات ودرسناها على مدار العام بالكامل في أنواعه وتناولنا القامة المطوية والقامة التوليسكوبية وقامة الميزان الرقمي والقامة المزدوجة وفرقنا ما بين أنواع القامات ولكن هنا السؤال أو الإجابة على قدر السؤال هنا بيقول لي أذكر يبقى هو ما طلبش مني شرح إذن أنا مش معرض أو مش مطلوب منك إنك أنت تشرح بقدر مطلوب منك إنك أنت تذكر فلازم تكون يعني دقيق أو محدد في إجابتك على السئلة بتاعتك هنا بيقول لي أذكر أنواع القامات يبقى أنا بقول أنواع القامات وطبعا يا شباب عشان نأكد في عجالة كده إن أنواع القامات القامة هي إيه أنا قلت لك قبل كده أن القامة عبارة زي ما هي كمان شوية في سؤال القامة عبارة عن مصطرة مدرجة بتستخدم لقياس الأبعاد أو المناسيب بقى بالأدق لو أنا حابب أقولك تضيع عليها يبقى القامة عبارة عن مصطرة مدرجة بيقى القياسات الفرنسية طبعا مدرجة من بداية الصفر وكل متر طبعا عنده كل متر مكتوب واحد طب المتر الثاني هتلاقي مكتوب باثنين باللون الأحمر أما باقي المقاسات اللي هي بالسنتيمت بتكون متقسمة كل خمسة سنتيمت متقسمين مع بعض بلونين اللون الأبيض واللون الأصمر ده عشان لما حامل الشعرات بيظهر عندي فيه الجهاز بتاعي أثناء عملية قراءة المنسوب بتاعي فبشوف أنا الشعرة المتوسطة اللي موجودة في حامل الشعرات اللي هي داخل المنظر بتاعي في الجهاز جهاز الآمة بشوف الشعرة المتوسطة اللي هي الشعرة الكبيرة بتكون فين أو مكانها فين على المصطرة دي اللي هي بتسميها الآمة أو الاسم العلم بتاعها القامة بشوف الإراءة بتاعتها فين وبالتالي أكون عارف إزاي أطلع الإراءة دي وأعرفها يبقى أنا بعارف إن القامة قبل ما أقول أنواعها أبقى عارف إن القامة عبارة عن مصطرة مدرجة به القياسات الفرنسية وطبعا متقسمة إلى أمطار والأمطار متقسمة إلى سنتيمترات وطبعا بيكون أطولها بتختلف من أربعة إلى ستة متر وحسب برضو المادة بتاعتها في قامات بتكون من الإزاز في قامات بتكون من الألمونتال فلازم أكون عارف المادة أو شكل الأمة إيه قبل ما أتكلم في أنواعها يبقى أنا كده عرفت هي إيه تستخدم في إيه وهتيجي شريحة كمان شوية تتكلم عن ما هي القامة أو أذكر مكونات القامة فهيكون عارف طيب كمان عرفت طبعا أنواعها يبقى التوليسكوبية والقامة المطوية والقامة المستطيع يبقى أنا كده بعرف أنواع القامات قبل ما أتكلم في استخدامات طيب بعد كده هنا بيقول لي أو نشوف السؤال الثاني يبقى أنا عرفت أن أنواع القامات واحد اتنين تلاتة أربعة أربع قامات مطوية وتوليسكوبية وقامة الميزان الرقمي والقامة المزدوجة الميزان الرقمي طبعا اللي هو التوتال ستيشن بعد كده بشوف السؤال التاني اذكر ما هو المقصود بالقامة احنا لسه متكلمين عليها من شوية اهو في الشريحة اللي فاتت فبيقول لي هنا هي مصطرة مدرجة بالوحدات الفرنسية او الانجليزية باطوال مختلفة وتصنع من الخشب او الالمونيوم وقد تكون زاد قطاع مستطيلي يعني القامة بتكون مستطيلة الشكل او مربع او دائري وهمها ان تكون عدلة او مقلوبة عفوا وده طبعا عدلة او مقلوبة بتوقف على حسب نوع الايه الميزان الموجود في العدسات الموجودة في الميزان اللي انا بشتغل به طبعا لو انا بشتغل بميزان قامة اللي هو ميزان العادي هيكون طبعا الميزانة تبقى عدلة لكن لو انا بشتغل بمحطة الرصد الكاملة الميزان محط اسمه كده ميزان محطة الرصد الكاملة او الميزان التوتال استيشن او ما شابه يبقى انا ساعتها بستخدم القامة المقلوبة وليه لأن العدسة في الميزان اللي هو الميزان الرقمي بتكون بتقرأ يعني بتقرأ العكس تمام فلما بحط الآمة مقلوبة الإراية بتظهر عندي عدلة داخل الميزان يبقى أنا كده عرفت أن المصطرة القامة عبارة عن مصطرة مدرجة زي ما قلت في الشريحة دي والشريحة اللي فاتت وطبعا أطولها مختلفة من أربعة إلى وتصل إلى ستة مت وبتكون طبعا متداخلة أو مطوية وتكون ذات قطاع مستطيل أو مربع أو دائري وإما بتكون عدلة أو مقلوبة وده بتوقف على نوع العدسة المستخدمة في ميزان المستخدم في عملية الرص بعد كده بيقول لي ما هو المقصود بخط الإنشاء طيب إيه هو خط الإنشاء هو خط يمثل المحور الهندسي التصميمي ويوضح في اللوحة بيكون لونه إيه اللون الأحمر طيب يا شباب مع بعض أنا عندي خطين من الخطوط المهمة جدا لازم نكون ملمين بها ونكون عارفين الفرق ما بينهم لأن طبعا خط لأن بعد كده المفروض أن أنواع الخطوط دي أنا هتعامل معها أثناء إجراء الميزانيات دي بشكل عملي طيب أيه هم الخطين أنا عندي حاجة اسمها خط الأرض الطبيعية غير خط الأرض الطبيعية اللي هو شكل الأرض على طبيعتها اللي موجود حاليا يعني قبل عملية إجراء عملية الرصف أو إجراء عملية الميزانية أو ما شبه والطريق لسه زي ما بنسميه أو بيطلق عليه طريق خام يعني الطريق عادي خالص زي ما هو بطبيعته ده اسمه خط الأرض الطبيعية شكل الأرض على طبيعتها بمنحضراتها ارتفعاتها وانخفضات ده اسمه خط الأرض اللي ايه الطبيعية أما خط الإنشاء هو الخط اللي المفروض بعد كده هيبقى عليه شكل الأرض يعني هو خط الإنشاء ده ممكن يكون لو هو في نفق بيكون تحت لو هو في طريق عادي بيكون طبعا ايه في عملية الرصف بيكون أعلى طيب خط الإنشاء اللي هو لو احنا ببساطة كده هنعرفه هو الخط اللي المفروض يكون عليه شكل الأرض بعد إجراء عملية الايه عملية الرصف أو عملية انهاء عمليات النفق لو انا بشتغل فيه أنفا يبقى الخطين أو الفرق ما بين الخطين إن خط الأرض الطبيعية ده شكل الأرض وهي على طبيعتها سواء بارتفاعها أو انخفاضاتها اللي موجودة فيها بطبيعتها أما خط الإنشاء ده الخط اللي المفترض هيكون عليه شكل الأرض بعد إجراء الايه بعد إنهاء عمليات سواء عمليات الرصف أو لو انا بشتغل فيه نفق يبقى خط الأرض أو خط الإنشاء بعد إنهاء عملية الايه أعمال النفق طيب يبقى كده هوا بيقول لي هنا ما هو المقصود بخط الإنشاء هو خط يمثل المحور الهندسي التصميم ويوضح في اللوحة بيكون طبعا لونه في الخط في اللوحة بتاعتي أو في الخريطة بتاعتي بيكون لونه أحمر يبقى أنا كده عرفت إن خط الإنشاء بيكون لونه أحمر أما خط الأرض الطبيعية بيكون باللون الايه الأصمر طيب نشوف النقطة اللي بعدها أكمل وده نوع تاني من الأسئلة لأن السؤال الأولاني كان عبارة عن ايه أذكر أو تكلم هنا بيقول لي أكمل ما يلي منصوب سطح الميزان يساوي نقط زائد نقطة طيب منصوب سطح الميزان يا شباب وده برضو تكلمنا عليه فيه كتير فيه أثناء الحلقات السابقة على مدار العام وقلت لك إن منصوب سطح الميزان بيختلف عن منصوب سطح النقطة ممكن ما تجيش عندي فيه تساؤل هنا أو فيه تمرين من التمرين اللي موجودة عندي في شريحة من الشريح الفرق ما بين منصوب سطح الميزان وما بين منصوب النقطة أو أذكر ما هو أو مما يتكون منصوب النقطة أو لإيجاد حساب منصوب النقطة نقط زائد نقط بأعمل حاجة زائد حاجة أجمع حاجة زائد حاجة فلازم أكون عارف الفرق ما بين منصوب سطح الميزان ومنصوب النقط منصوب النقطة ده طبعا بيكون معطة أو لو هو مش معطة عندي في الميزانية زي ما هنشوف كمان شوية في الشريح بتاعتنا في الميزانية الطولية طب انا هاعمل يا مستر اجيبه ازاي يبقى منسوب سطح النقطة بيساوي المؤخرة على منسوب سطح يعني انا ما بكون عندي منسوب المقطة مش موجود باجمع او بطرح بقى المؤخرة بطرحها من منسوب سطح الميزان بيديني منسوب النقطة طب لو انا زي السؤال اللي عندي دلوقتي اللي هو بعمل العكس زي السؤال اللي موجود عندي دلوقتي بيقول لي منسوب سطح الميزان يساوي نقط زائد نقط يبقى بيساوي منسوب النقطة سواء كانت بها الاولى او متوسطة او الاخيرة ليا شباب لان في بعض المسائل في الميزانيات وطبعا ده جزء لازم ننوه عليه عشان تكون عارفه وملم به في بعض المسائل في الميزانيات الطولية بالذات سواء بمنسوب سطح الميزان او الارتفاع والانخفاض ممكن يديلك منسوب النقطة الاولى يبقى في الحالة دي منسوب النقطة الاولى بجمعها على المؤخرة بيديني منسوب سطح الميزان وهو ده السؤال بتاعنا او اجابة السؤال بتاعنا النهاردة او اللي موجود دلوقتي قدامنا منسوب سطح الميزان يساوي يبقى منسوب النقطة سواء بقى كانت الاولى او المتوسطة او الاخيرة بجمعها على المؤخرة اللي بتكون قصادها في نفس الصف عند نقطة الدوران بجمعها عليها بتديني منسوب سطح الميزان طب لو حصل معايا بقى العكس يعني يا مصطر يعني ادك منسوب سطح الميزان وما ادكش منسوب النقطة ومحتاج منك انك انت تجيب منسوب النقطة طب انا في الحالة دي بعمل ايه يبقى انا بعمل العكس ليه لان انا كنت هناك جمعت منسوب النقطة على المؤخرة يداني منسوب سطح الميزان جميل طب انا دلوقتي اللي مجول عندي منسوب النقطة يبقى انا هعمل ايه ايوة سامح حد من الطلبة بيقول لي يا مستر هنعمل العكس يبقى انا هطرح منسوب القراءة المؤخرة من منسوب سطح الميزان عشان يديني منسوب النقطة يبقى خلي بالك من النقطة دي سؤالة هو منسوب النقطة يساوي نقط ناقص نقط او حاصل طرح نقط من نقطة يبقى ايه من ايه يبقى منسوب سطح الميزان ناقص الايه قراءة المؤخرة يبقى انا كده عرفت الفرق او ناكد تاني يا شباب عرفت الفرق ما بين اربع حاجات دلوقت خط الانشاء وخط الارض الايه الطبيعية بعد كده دخلت على منسوب سطح الميزان ومنسوب الايه منسوب النقطة وقلت لك ان منسوب النقطة بيساوي حاصل طرح منسوب سطح الميزان من المؤخرة طب منسوب سطح الميزان نفسه بيساوي ايه ساوي المؤخرة زايد منسوب النقطة طيب نكمل ونشوف السؤال اللي بعد بقول لنا هنا تنقسم الموازين من حيث نظرية العمل والتركيب الى وهنا يا شباب دي طبعا انواع الموازين لان انا اذا كنت هنا جايب لك كل الشريحة عبارة عن تساؤلات فبعد كده ان شاء الله هتلاقي الشريح او نموذج الاجابة كله فبيقول لك هنا تنقسم الموازين من حين نظرية العمل والتركيب الى طبعا عندك ميزان القامة ميزان الديوديسي ميزان محطة الرصد الكاملة ميزان التودليت ميزان زوء الامالة يبادل كلها انواع الموازين فلازم ان انت تذكرها طبعا بغض النظر عن نظرية العمل والتركيب لان دي الميزان او الموازين المستخدمة في اعمال المساحة بشكل عام ولازم اكون ملم بيها وعرف طيب النقطة اللي بعدها بيقول لك من ملحقات او ملحقات القامة نقط ونقط ونقط القامة عشان تكون ثابتة يا شباب او عشان اقدر ان انا استخدمها لازم لا او لازم يكون معاها مجموعة ملحقات الملحقات دي عشان اقدر ان انا اسبت القامة عشان تكون ثابتة معايا واقدر ان انا اخذ عليها القراءة طب اول حاجة حتى لو انت يعني زي ما نقول ما انتاش حافظ او انت مش محتاج ان انت تحفظ تكون فاهم وتخيل انك انت المفروض ان احنا مع بعض شفنا الامة سواء هنا في القناة في الحلقات بتاعتنا السابقة جدنا فيديوهات وجدنا صور على مدار العام وشفنا الكلام ده طب احنا ما شفناهوش يبقى حضرتك اكيد مرت بيه بشكل عاملي في المعامل بتاعتك معامل المساحة وشفت الامة لما بتكون محطوطة في الجراب اده اول حاجة اكيد هيكون فيه جراب للحفاظ على القامة رقم اتنين هيكون عندك ميزان الميزان ده ميزان تسوية بيكون موجود اما في جنب الامة او موجود في الضهر الميزان ده ميزان صغير زي ميزان المية الكبير اللي احنا بنشوفه في الشغل الميزان ده بيكون صغير عشان او ايه وظيفته بيضمن لي ان القامة بتكون ايه مستقيمة تماما رأسيا يعني تكون عيد لما يشميل ليه او يا مستر لو مالت هتعمل معي ايه لو مالت طبعا لان الميزان المفروض ان انت بتستخدم موازين عالية في الدقة جدا وبالتالي وبنان عليه اي ميل في القامة هيدى عندك قراءة خطأ القراءة دي ممكن تكون يعني بالنسبة لك قراءة سهلة او بسيطة خطأ في صنطي ولكن خلي بالك صنط في الارتفاع او صنط في الانخفاض ممكن بيعمل معايا مشكلة كبيرة جدا اثناء عملية الانشاء للمبنى سواء بالارتفاع او بالانخفاض وده طبعا بدخل كده في مشاكل فلازم اكون متطمن ان القامة تكون مستقيمة او تكون اه رأسية تماما هعرف الكلام ده منين من الميزان الصغير اللي موجود معاي طيب الحاجة التالتة او الملحقات التالتة رقم تلاتة في الملحقات بتاعتي عندي حاجة اسمها قاعدة مسلسية والقاعدة دي هي قاعدة حديدية بحط عليها القامة اثناء عملية الايه اجراء عملية حساب المناسيب او اخذ او رفع المناسيب لانقاط بالارتفاع او بالانخفاض طب ليها مصطر لان اثناء عملية القياس بعض المواقع بتكون مواقع رملية والرملة زي ما بنقول ما بتبقاش رملة سبتة ممكن وانا مسك القامة او المساعد مسك القامة واثناء هو مسكها ممكن القامة تنزل منه في الارض النزول ده ممكن يعمل معايا فرق طبعا سنتي او اتنين سنتي وبالتالي ممكن يعمل معايا ايه مشاكل بعد كده اثناء عملية اللي انشاء طيب اعتلاشها ده بايه بيه القاعدة اللي بتكون موجودة اسفل القامة قاعدة بحطها وسبت عليها القامة فبتضمن ليا ان القامة ما تتحركش طبعا انها تنزل لتحت ده طبعا لو في ارض ايه ارض طينية سهلة النزول اه لاسفل او ارض رملية تكون ميش ارض سبتة وبالتالي بضمن اه سبات القامة من القاعدة المسلسية يبقى انا عرفت كده ملحقات القامة الجراب اللي تحط فيه القامة بعد انهاء عملية الرصد بعد كده عندي الميزان ميزان اه المية او ميزان التسوية بيكون في جنب القامة محطوط في الجنب او في الضهر بضمن بيه اه رأسية القامة بعد كده عندي القاعدة اللي بتثبت عليها الام يبقى انا كده عرفت الايه ملحقات القامة ونشوف السؤال اللي بعده بيقول لي تتكون مجموعة ضبطة الوفقية في في ميزان القامة من طبعا المجموعة دي احنا عارفنا اللي هي مجموعة التربيخ وطبعا الاسم مجموعة التربيخ دي بتكون فين يا مستر دي بتكون قاعدة حديدية اسفل الجهاز بتكون اخر حاجة فيه الجهاز من ناحية مصمار الربط وده طبعا بيتثبت عليه القرص الدائري اللي بيديني ايه الزوايا المختلفة اثناء عملية الرفع والرصد رقم اتنين او الجزء التاني من اه المجموعة الضبط التربيخ بعد كده مسامير التسوية بعد كده عندي اللي هو الميزان اه فعنده هنا فيه العزم نوضح الجزئية الخاصة به مسامير التسوية يا شباب وينقول ان انت اي ميزان ميزان القامة بيكون عندك له تلات مسامير تسوية التلات مسامير دول كل اتنين بيكونوا لهم المصمار التالت عمود عليهم وده جزء برضو لازم انا اقولك عليه ووضحه لك تبقى عارف ان مسامير التسوية بتستخدم فيه ضبط افقية الميزان عشان اضمن ان الميزان عندي مستوي وافقي التلات مسامير بيكونوا على شكل مسلس اتنين والتالت عمودي عليهم سواء كان هما الاتنين دول في صف واحد يبقى ده التالت العمودي عليهم او الاتنين دول على صف واحد يبقى ده التالت العمودي عليهم يبقى هما التلاتة كل اتنين عليهم واحد عمودي او رأسي على الاتنين التانين طيب انا بستخدمهم ازاي او بستخدم مسامير التسوية دي فين ومكانها فين مكانها طبعا بيكون اعلى مجموعة التربيخ زي ما قلت لك التربيخ دي حاجة قرصة حديدة بيكون اسفل او اه في نهاية الميزان من ناحية مصمار التسبيت وبيكون عليه قاعدة مدرجة عشان الميزانية او لاسف الزوايا الخاصة بعملية الرص طيب نرجع لمسامير التسوية يبقى انا بستخدمها ازاي مسامير التسوية عشان ممكن يجيلك نقطة بعد كده ايه اللي بيستخدم او لضبط افقية الميزان بستخدم نقطة يبقى مسامير التسوية او ممكن يقولك اذكر كيف تتم عملية ضبط ايه افقية الميزان يبقى رقم واحد بتأكد طبعا ان الحامل بتاعي بشكل ما طبعا يكون بقدر الامكان مستوي الارجل تلات ارجل بيكونوا قد بعض وبحاول ان انا نشوف الافقية بتاعته وبص عليها بالنظر بحيث ان انا اضمن انها برضو تكون قدر الامكان مستوية ثم بربط الميزان على الحامل بتاعي وسبت الميزان نص تسبيت يعني عشان طبعا اقدر احركه بعد كده على القاعدة الخاصة بالحامل وبعد كده بضمن بقى المسامير او بضمن رأسية الميزان وافقيته من المسامير بتاعتي مسامير التسوية زي ما قلت فانا بلف كل مصمرين مع بعض جنب بعض على خط واحد في اتجاه واحد يعني بلفهمش عكس بعض فبلف المصمرين مع بعض وعندي ميزان زي اللي كان موجود بالزبط من شوية في الميزان الامة او في الامة اللي هو ميزان المية نقطة صغيرة دايرة كده وفيها نقطة صغيرة موجودة على جسم الميزان ببص فيها عشان اضمن ان نقطة المية تدخل فيه الدايرة اذا دخلت فيه الدايرة طبعا بيكون الميزان كده سوى افقين طيب بعمل ايه عشان الدايرة دا تتحرك وتدخل نقطة المية دا تدخل داخل الدايرة وانا بلف كل مصمرين مع بعض فيه اتجاه واحد اما للداخل او للخارج طب ما ينفعش يا مستر يلف واحد يمين وملاحد شمال طبعا لا الكلام دا مش هينفع وهيقلب معايا الميزان وبالتالي الرأسية بتاعت الميزان عمرها ما هتكون ايه مضبوطة يبقى انا بلف الميزان كل اتنين مع بعض فيه اتجاه واحد سواء للداخل او للخارج هتبدأ نقطة المية تتحرك معايا هتروح عند المصمر رقم ثلاثة بعد كده اول ما تبقى عند المصمر رقم ثلاثة والمصمر رقم ثلاثة دا عمودي على نقطة المية بسيب خلاص المصمرين دول وروح الف في المصمر رقم ثلاثة اما للداخل او للخارج بيتحرك معايا طبعا الميزان انا ما بشوفوش بالعين المجردة ولكن هو بيتحرك معايا حركة خفيفة جدا بالملي زي ما بنقول لحد ما نقطة المية تدخل في الدايرة بتاعتي وبقنان عليه بيكون الميزان عندي ضبط افقية ورأسية لو بصت على الدايرة بتلاقي نقطة المية دخلت فيه الدايرة ودي بتكون موجودة على الميزان افقيا يعني بتقولك ان افقية الميزان تمام اذا ضبطت الافقية بتلاقي على الجنب نفس المنظر ده صغير او نفس الميزان ده صغير موجود على جنب الميزان في الجنب اليمين برضو فيه نقطة مية اذا ضبطت الافقية بتتضبط معاك الرأسية يبقى كل ده مرتبط بمسامير التسوية وديا زي ما شفنا في الشريحة بتاعتنا اللي هي مجموعة ضبط الوفقية للميزان فأنا عارف ان من اهم النقاط اللي موجودة في عملية ضبط الميزان او وفقية ضبط الميزان مسامير التسوية نرجع للشرحة بتاعتنا تاني ونشوف كده باقي الاسئلة بيقول لي هنا تنقسم روبرات الحائط الى وطبعا الروبر يا شباب عشان لو محتاجين نوضح ونتكلم عنه الروبرات بطبع ايه هي الروبرات وتكلمنا طبعا عليها كتير ولكن في عجالة عشان لو جالك في الامتحان سواء هي مش موجودة معانا في الشريح بتاعتنا او موجودة فتبقى عارف ان الروبر هي علامات ارضية او مسبطة على الحائط بتبقى شكلها نحاسية والعلامات دي بيتكتب عليها او هي فيديت ايامستر الروبر ده بيقول لك ان منسوب الارض اللي انت موجود فيها دلوقتي حاليا ارتفاعها او انخفاضها مقارنة بحاجة اسمها منسوب سطح المقارنة سواء بالارتفاع مثلا مت او انخفاضها مت طب الروبرات دي يا مستر بتكون موجودة فين دي موجودة في جميع المدن والمراكز والقرى طب بتكون مكانها فين دايما بتكون الروبرات مسبتة عند مداخل القرى والمدن في اماكن برزة معروفة ليه عشان ابقى عارف من مدخل القرية ان الروبر ده او طبعا ده بيكون الروبرات دي ليها خريطة بيتعرف اماكنها او بيتعرف مكانها من خلال خريطة موجودة في هيئة المساحة في كل مدينة معروف فين مكان الروبر في القرية الفلانية او في المركز الفلاني بيكون مكتوب مكان الروبر بيروحوا على مكان الروبر ويبص عليه بيعرف ان القرية دي او المركز ده مرتفع او منخفض طبعا كامل بكامل ارض المكان نفسه كله على بعضه المنطقة كلها مرتفع او منخفضة عن حاجة اسمها منسوب سطح المقارنة ومنسوب سطح المقارنة في مصر عندنا او الميزان بتاعنا او المصدر بتاعنا اللي بنقيس عليه ارتفاع اي ارض او انخفاض اي ارض على مستوى الجمهورية هو منسوب سطح البحر يبقى منسوب سطح البحر عندنا هو مستوى سطح المقارنة يبقى في كل قرية مكتوب او في كل مدينة او في كل عاصمة او مركز مكتوب في مدخلها في مكان معين حاجة اسمها الروبير الروبير ده علامات نحاسية متسجل عليها ارتفاع او انخفاض الارض اللي موجودة او القرية مقارنة بمنسوب سطح يا شباب سطح البحر يبقى انا هنا عرفت معلومتين عرفت يعني ايه روبير عرفت ان انا بقرنه بحاجة الحاجة دي اسمها منسوب سطح المقارنة طب هو عندك منسوب سطح المقارنة ايه اللي هو منسوب سطح البحر يبقى انا كده عرفت ايه معلومتين عندي طب انواع الروبيرات دي زي ما قلت في بداية الكلام دلوقتي عن الروبيرات انهم مقنوعين حوايط وارضية فيه روبيرات بتبقى متسبتة في الارض مصورة عبارة عن مصورة المصورة دي بتكون متسبتة في الارض على ارتفاع مثلا على العمق وليكن مثلا مت بيكون بارز منها 25 سنطي 25 سنطي دول في قمة المصورة او في اعلى المصورة جزء مدور الجزء ده بيكون مكتوب عليه الارتفاع او الانخفاض او من الاخر زي ما بنسميه منسوب سطح القرية او المدينة طيب اما الحوايط بتكون علامات محاسية متسبتة على الحوايط وده طبعا جزء تاني خالص بيكون شكله سداسي الشكل ومتسجل طبعا مكتوب عليه هيئة المساحة ومكتوب عليه برضو ارتفاع او انخفاض لقطعة الارض او القرية اللي موجود يبقى انا كده عندي الربراك نرجع تاني التعريف بتاعنا نوعين اما ارضية او حواء نرجع تاني كده ونبص على الشريح بتاعتنا ونكمل التساؤلات او الاسئلة بتاعتنا هنا النموذج او نموذج اللي جابة عملكوا نموذج اشبه بالزبط بالنموذج اللي بيكون موجود فيه اثناء عملية التصحيح وهنا طبعا بتكلم عن المؤخرات اللي هو نموذج اللي جابة بتكلم عن ميزان او انواع الموازين ميزان ديمبي وزاة الامالة والديوديسي او الوتوماتيكي زي ما تكلمنا فيهم ميزان الليزر ميزان الرقمي والتودليت ومحطة الرصد الكاملة ده انواع الموازين المستخدمة في اعمال المساحة والمؤخرات بتكون طبعا اول قراءة في الميزانية ومنسوب النقطة اللي هو بيكون بيتخذ عنده الارتفاع والانخفاض للنقاط مقارنة بمنسوب سطح البحر رقم ثلاثة او اللي جابة رقم ثلاثة ميزان التسوية وقعدة حديدية مسلسية وحزام لربط القامة لو بصيت شباب وافتكرت كده او حد امتابع معايا من بداية الحلقة ان دول ملحقات القامة وميزان التسوية والقعدة المسلسية اللي موجودة اسفل القامة والحزام اللي بنربط به الامة واللي بيكون موجود فيه الجراب اللي بنحفظ فيه القامة التلسكوبية طيب بعد كده ده طبعا مجموعة الضبط الافقية فيه الميزان اللي كانت التربيخ ومسامير التسوية وقاعدة الميزان وقاعدة الميزان دي بتكون اخر جزء موجود فيه الميزان من اسفل فيه مصمار للربط وسن السن ده لربط المصمار اللي موجود في قاعدة فيها الحامل الخاص بالميزان بالقاعدة اللي موجودة اسفل الميزان يعني قاعدة الميزان بتستخدم لتثبيت الميزان في القاعدة قاعدة الحامل طيب بعد كده الروبيرات طبعا اتكلمت فيها عن النوعين وقلت انه عندي حوايط وارضية والروبيرات درجة اولى ودرجة تانية نشوف النظام التاني من التساؤلات او باقي الاسلة المتوسطات واول ما هتكلم عن المتوسطات يا شباب لازم اتكلم عن المقدمة والمؤخرة بما ان جي عندي ذكر المتوسطات فانا يعني من البديهي او من باب اولى اذا كنت هاعرف يعني ايه المتوسطة فلازم اعرف يعني ايه مقدمة الاول ويعني ايه مؤخرة وبنان عليه وبالتالي اقدر اعرف المتوسطة بكل سهولة كده زي ما هو موجود عندي في الكتاب بتاعي وزي ما درسنا على مدار العام كامل طيب يعني نبدأ بقى بالمقدمة ونقول ان المقدمة هي اخر قراءة بتكون في الوضع او في الميزانية بشكل عام طيب ازاي مستر او في عجالة كده ايه المقدمة او هي بتتم ازاي يبقى انا بقول اول قراءة الراجل خلاص هيرسف الطريق ده وبدأ ياخد نقاط مجموعة من النقاط على الميزان بتاعه خلاص الميزان او العدسة او البعد في العدسة معادش جايب بيضطر ان هو ينقل الميزان لما بينقل الميزان قبل ما ينقله اخر قراءة بيكون وصلها احنا بنطلق عليها ايه مقدمة يبقى المقدمة هي اخر قراءة في الوضع طيب خلاص خلاص الطريق وانهاه واخر قراءة خلاص قبل ما هيرفع الامة يبقى اخر قراءة في الطريق بيطلق عليها ايه برضو مقدمة زي ما بصنا كده او شفنا انواع المتوسطات عندك انا طالب المتوسطات طب كده المقدمة طب ايه العكس بتاع المؤخر اول قراءة بتتم فيه الميزانية بيطلق عليها مؤخرة يبقى المؤخرة هي اول قراءة وليه بتسمينها بالمؤخرة يا مستر لان طبعا القارئ المفروض اللي بيمشي في اتجاه الطريق او الراسط بيمشي في اتجاه الطريق كده اول قراءة بياخدها بياخد قراءة بالراجع القراءة دي اسمها قراءة مؤخرة بياخد المساعد او اللي مسك الامة بيروح عكس الطريق عكس اتجاه الطريق والراسط بيلف في الميزان وياخد اول قراءة بتكون اسمها مؤخرة وأول قراءة في كل وضع اسمها مؤخرة يبقى عندي كده الفرق ما بين الاثنين إن المؤخرة هي أول قراءة في الوضع وفي الميزانية بشكل عام أما المقدمة بتكون آخر قراءة في الوضع وقبل رفع الميزان وآخر قراءة في الميزانية بشكل عام وده العكس أو الفرق ما بين المقدمة والمؤخرة طب المتوسطة ومن اسمها مستر يبقى المتوسطة أو المتوسطات هي القراءات اللي بتقع ما بين المقدمة والمؤخرة وبيطلق عليها متوسطات يبقى كده يا شباب عرفت الفرق ما بين المقدمات والمؤخرات وكمان عرفت يعني المتوسطة لان هي موجودة عندي في السؤال لو بصينا كده في سؤال اكمل بيقول لي المتوسطات هي يبقى انا ما اجعل رفها هقول ان المتوسطات هي القراءات التي تقع ما بين المقدمات والمؤخرات ونشوف مع بعض باقي التساؤلات هنا بيقول لي ادوات قياس الميزانية البرومترية لو بصينا كده ادوات قياس الميزانية البرومترية اللي بتستخدم معايا هتوبقى عندك او بيستخدم فيها ايه هي الميزانية البرومترية الميزانية البرومترية يا شباب اللي هو الميزان احنا بنطلق عليه ميزان الخرطوم وده بيبقى موجود مع اغلب الصناعية في المواقع بتاعه وبيستخدم لتحديد المناسيب ورفع رفع او زي ما بنقول كده بينقل عندك الربير من مكان الى مكان بيستخدم فيه الاعمال اللي بتتطلب بزحات كبيرة او اماكن واسعة ادوات قياس طبعا الميزانية البرومترية دول بيبقوا ثلاثة فلازم اكون عارف الادوات اللي بتستخدم فيها وبتستخدم فيه الميزانية البرومترية وانواعها بعد كده تستخدم الميزانية الهيدروستاتيكية فيه طبعا برضو اكون عارف ان الميزانية الهيدروستاتيكية من شوية اللي هو ميزان الخرطوم بيستخدم فيه نقل الايه نقل الروبير من منطقة الى منطقة او من مكان الى مكان اخر اذا كانت الاماكن دي اماكن ايه كبيرة او مشروعات كبيرة طبعا بعد كده السؤال اللي بعده بيقاس الضغط الجوي باستخدام نقط ونقط انا عايز اشوف النموذج على بعضه بحيث ان انت تبقى عارف وملم بنموذج اللي جابه بشكل عام فبيقول لي هنا يقاس الضغط الجوي باستخدام طبعا الميزانية والميزان البرومتري وحنبص عليهم وحنشوفهم دلوقت المسافة التراكمية هي عبارة عن نقط طبعا الفرق ما بين اول قراءة واخر قراءة هنا بيقول له هي القراءات الوقاعة بين المقدمات والمؤخرات وده النموذج بتاعي عشان لو حد من ابنائي بيسجل او بيسجل الاجابات كلها بشكل كامل فانه بنقول له هنا ان القراءات الوقاعة بين المقدمات والمؤخرات لو انا ادت السؤال بشكل عكسي تسمى المتوسطات يبقى المتوسطات هي القراءات الوقاعة ما بين المقدمات والمؤخرات طيب مكونات الميزانية طبعا البارومترية او ادوات الميزانية البارومترية تلاتة البارومتر الرقمي والمعدني والزئبقي وهنا احنا قلبنا السؤال ممكن اقولك بيستخدم البارومتر الرقمي والبارومتر المعدني والبارومتر الزئبقي في نقط يبقى او بيستخدم لكذا يبقى لايه نقط ايه هي النقط دي الميزانية البارومترية طيب بعد كده بتستخدم فيها المساحات الكبيرة لضبط افقية اكثر من هدف وكذلك نقل الروبير من نقطة إلى أخرى ده طبعا إيه شباب حد أو سامح حد كده من أبنائي بيقول له مستر أنت لسه أيل ده من شوية اللي هو يبقى اللي هي الميزانية الهادروستاتيكية أو ميزان الخرطوم ميزان الخرطوم بيتمالى مية وبيمسك الطرفين الصناعي والمساعد بيمسك طرف والصناعي بيمسك طرف وبيحط البداية الطرف أحد الأطراف دي على الروبير الروبير ده بيكون على ارتفاع متر من منصوب سطح الأرض والمساعد بيتحرك به من مدخل الشقة إلى داخل الغرف وبيبدأ بعد كده لما نقطة المية عند الصناعي بتثبت أو بتكون موازية أو مساوية للروبير اللي هو على ارتفاع متر أو المقاس اللي على ارتفاع متر بيقول للمساعد علم معنى كلمة أنه علم دي ايه علم يبقى خلاص لما نقطة المية تثبت عنده معنى كده أنه نقل الواحد متر اللي موجود على مدخل الشقة إلى باقي الغرف وهكذا بتتوالع عملية نقل الروبير اللي هو بيكون دايما سابت بياخدوه الصناعي أو بينفزوه برا على ارتفاع كام ارتفاع متر طيب أدوات القياس طبعا الميزانية الهيدروستيكية البرومتر طبعا الرقمي والبرومتر المعدني والبرومتر اللي بقي زي ما شفت فوق بعد كده المسافة التراكمية هي المسافة من النقطة الأولى في المشروع إلى النقطة المطلوب حساب منسوبة يبقى أنا كده بعرف إيه هي المسافة التراكمية لأننا ممكن أقول لك نقل بالسؤال أو أحط لك هنا نقطة كده في بداية السؤال نقطة هي المسافة من النقطة الأولى في المشروع إلى النقطة المطلوب حسابها حساب منسوبة وبتكون خلي بالك علامة الزيق دي بالموجب إذا كان الميل إيه لأعلى وبتكون بالسالب إذا كان الميل لأسفل طيب أنا كده عرفت أن المسافة التراكمية هي عبارة عن المسافة من النقطة الأولى في المشروع إلى النقطة المطلوب حسابها ممكن تكون النقطة المطلوب حسابها دي فيه منتصف الخط أو الشارع أو المشروع المطلوب حسابه أو ممكن تكون في نهاية المشروع ولكن هي مسافة ما بين بداية النقطة والنقطة المطلوب حساب منسوبها وبتكون بالموجب إذا كان الميل الأعلى وبتكون بالسالب إذا كان الميل الأسفل طيب نشوف نوع تاني من التساؤلات هو تساؤل صح وخطأ أو أسئلة صح وخطأ فبيقول لي هنا مناطق الردم هي المناطق التي يعلو فيها خط الإنشاء عن الأرض الطبيعية خلي بالك أنا بقول مناطق الردم يعني من التساؤل كده باين وواضح يا شباب أنه منطقة ردم يعني فيها تراب زيادة فيها ردم زيادة يبقى خط الإنشاء بتاعها بيكون أعلى من خط الأرض الطبيعية ليه؟ لأن شكل الأرض هيكون طبعا مرتفع وده اللي أنا قلته في بداية الحلقة الفرق ما بين خط الإنشاء وخط الأرض الطبيعية الإجابة دي إجابة صحيحة أو الإجابة خطأ الإجابة دي طبعا هتكون إجابة صحيحة يبقى مناطق الردم هي المناطق التي يعلو خط الإنشاء فيها عن خط الأرض الطبيعية وهنا ممكن نقول سؤال أنه ممكن يجي العكس مناطق الحفر هي المناطق التي يعلو فيها خط الإنشاء عن الأرض الطبيعية والإجابة هنا هتكون إجابة طبعا خاطئة لها شباب لأن مناطق الحفر هي المناطق التي ينخفض فيها خط الإنشاء عن خط الأرض الطبيعية وده الفرق ما بين الاتنين لسه رقم اتنين بيقول لي خط منسوب الارض الطبيعية هو خط طولي يمثل منسيب سطح الارض والاجابة طبعا اجابة صحيحة لان احنا قلنا واستفدنا في الكلام عن الخط الارض الطبيعية وخط الانشاء وقلت ان منسوب خط الارض الطبيعية هو خط طولي بيمثل شكل الارض على طبيعتها طيب بعد كده رقم ثلاثة المؤخرات هي اخر قراءة تؤخذ في الوضع الواحد عند اجراء اعمال الميزانية الاجابة اجابة خاطئة ليه مصدر لان انا من شوية لسه اقول لك الفرق ما بين المؤخرات والمقدمات ان المؤخرة هي اول قراءة في الوضع الواحد او في الميزانية بشكل عام اما المقدمة بتكون اخر قراءة في الوضع واخر قراءة في الميزانية بشكل عام بعد كده من انواع الربرات طبعا ربرات ارضية وربرات الحائط وده طبعا تكلمنا فيها والاجابة اجابة صحيحة التنبيخ ولسه من شوية ذكرناها وقالنا ان هي من مكونات او من مجموعة الضبط الوفقية في جهاز الميزان فبيقول التنبيخ هي لوح معدني دائري مثبت عليه المنظار وكذلك مسامير الحركة الوفقية اللي جابة صحيح بعد كده السيلة صحة وغلط واستكمالها تستخدم الميزانية في قياس ارتفاع وانخفاض منسيب النقاط بالنسبة لمنسوب سطح الميزان الاجابة طبعا اجابة صحيحة منسوب سطح النقطة هو حاصل خلي بالك بقى من التساؤل منسوب سطح النقطة ما قديش منسوب سطح الميزان يبقى منسوب سطح النقطة هو حاصل جمع المتوسطات زائد منسوب سطح الميزان خلي بالك الاجابة هنا اجابة خطيئة لانه واعكسة منسوب سطح النقطة عندنا او في الميزانية بيساوي حاصل طرح المتوسطة من منسوب سطح الميزان يبقى إجابة رقم أو السؤال رقم 7 ده إجابته إيه خطأ رقم 8 محور خط النظر هو الخط الواصل ومن اسمه كده باين خط النظر وخط النظر ده موجود فينا شباب موجود فيه المنظار بتاعي المستخدم فيه ميزان الآمة هو خط طبعا محور خط النظر هو الخط الواصل بين نقطة تقاطع حامل الشعارات ومركز العدسة الشائية والعدسة الشائية شباب هي اللي بتكون ناحية الراصد أما العدسة العينية الشيء المرصود أما العدسة العينية بتكون ناحية الراصد أو المساح أو المستخدم أو الفني اللي بيستخدم الميزان أما العدسة الشائية بتكون ناحية الشيء أو ناحية الآمة بمعنى أدق يبقى محور خط النظر هو الخط الواصل بين نقطة تقاطع حامل الشعارات ومركز العدسة الشائية الإجابة إجابة صحيحة السؤال رقم 9 مستوى سطح المقارنة هو منسوب سطح البح وده تكلمنا عليه من شوية يبقى الإجابة هنا إجابة صحيحة نقطة لبعدها المقدمة هي آخر قراءة في الوضع عند إجراء الميزانية لو لاحظنا أن أنا من شوية لسه كنت أتكلم عن المؤخرة وقلنا الفرق ما بينهم يبقى المقدمة هي آخر قراءة في الوضع عند إجراء الميزانية الإجابة إجابة صحيحة ده طبعا النموذج بتاعنا اللي جاب الخطأ عندي رقم ثلاثة ورقم ستة وسبعة وباقي الإجابات إجابة صحيحة نوحد طبعا من أبنائي بيسجل ورايا كل التمرين أول بأول بعد كده هندخل على الجزء العملي وخلاص كده يعني نكون كده خلصنا أو نأنهينا الجزء النظري وأسئلة النظري بأشكالها السلاسة صح وخطأ وأكمل وأذكر هندخل بعد كده إلى مجموعة التمرين في الميزانيات وأول تمرين عندي هيكون على القطاعات أو إيجاد مساحات القطاعات العرضية وحابب نتكلم فيها عن القانون المستخدم وإزاي باستخدم القانون بتاعي ووظفه لإيجاد مساحات القطاعات سواء طبعا لطريق أو لنفأ وبكون عارف قعدة سبتة عندي في الارتفاع أو إيه الموجود عندي محتاجه عشان أطبق القانون بتاعي محتاج ثلاث حاجات يا شباب أول حاجة أعرف عرض الطريق كام وارتفاعه والميول الجانبية للطريق زي ما هو موجود عندي في التمرين وده طبعا متداول وده اللي بييجي يعني بنفس الشكل طبعا مع اختلاف الأسئلة والميول والأرقام اللي موجودة في التمرين لن يخرج عنه الامتحان زي ما تكلمت معاك في بداية الحلقة فبيقول لي هنا تمرين احسب مساحة قطاع الردم لطريق عرضه هنا حدد عرض الطريق خمستاشر متر وارتفاع الردم فيه ستة متر وميوله الجانبية تلاتة الى اتنين وكون عارف يعني ايه الفرق او ايه تلاتة الى اتنين ليه ما قلتش اتنين الى تلاتة لانا بتكلم رأسي الى افقي محتاجين لنوها دي على الجزئية دي او نلقي عليها بضوء شباب عشان ما تبقاش بس بتحفظ لا احنا حبينا كنت تكون فاهم قبل ما تكون حافظ تلاتة اتنين الى تلاتة او تلاتة الى اتنين او اربعة الى واحد الميول بتاعتك معناها ايه خلي بالك انه هو هنا بيتكلم عن طريق طريق ضيبة هيكون له عملية ايه انشاء طب عملية الانشاء في الطريق بيقول لك معنى الكلام انه هو الارتفاع بتاعك رأسي لو هيرتفع رأسي لازم يكون له حرم اسفل واحنا بنسميه مستك اسفل المستك ده او الحرم بتاع الاسفلت ده لازم يكون كان اتنين هو هنا في التبرين بتاعك بيقول لك ان الميول بتاعه نوة كل ما هيرتفع 3 لازمه 2 أفق كل ما هيرتفع 300 أو يعني جزء 3 كل ما هيرتفع 300 سنطي 30 لازم يلزمه كام 2 النسبة هنا 3 رأسي إلى 2 أفق ليه؟ عشان يضمن عملية السبات بتاع الطريق بتاعي والحرم الطريق بتاعي أو الميول الطريق بتاعي يكون ميول إيه؟ سابت طب بعض أنت لو لاحظت حتى أو أنت ماشي على طريق وبصيت على الطريق من بعيد أو عملت فيه قطاع رأسي وأبنائي عارفين يعني إيه قطاع رأسي إن أنا أقطع الطريق وبص عليه بشكل رأسي هتلاقي الطريق بتاعك عامل زي شبه المنحرف هتلاقي فوق القاعدة الصغرى بتاعته اللي هي الأسفلط طبعية الأسفلط نفسها ولو بصيت من تحت هتلاقي الطريق القاعدة بتاعته قاعدة أعرض ليه؟ طب العرض ده أو الطريق ده العرض من تحت إيه اللي ربطه بالارتفاع أو بشكل الطريق من فوق ليه الطريق من فوق صغير ومن تحت عريض ده بناء على ايه بناء على حسابات الحسابات دي بتقول لك او اسمها او احنا نطلق عليها الميول في الطريق بتاعنا او في النموذج بتاعنا ان هو حابب يقول لك ان كل ما هيرتفع عشان تتم عملية انشاء الطريق ده كل ما هيرتفع ثلاثة متر محتاج اتنين متر ايه في العرض سواء بقى في الجنب اليمين او في الجنب الشمال يبقى الطريق بتاعنا من فوق هيبقى شكل طبعا القاعدة بتاعته هتبقى محددة ولكن اربعة متر ممكن من تحت لاي الطريق بتاعتي القاعدة بتاعته مثلا تمانية متر طب الفرق ده جي منين جي من عملية الميول اللي هو عندك هنا بيقول لك نسبة تلاتة الى اتنين وحابب اأكد عليك عشان تكون عارف ان تلاتة انا بقر الميل بتاعي من الشمال لليمين يعني تلاتة الى اتنين رأسي الى افقي وفي عملية الحسابات لما بجحسب بعد كده بقس من رأسي على الوفقي يعني التلاتة على اتنين يطلع عندي بواحد ونص ونشوف مع بعض التمرين والاجابة هننفذها ازاي للتمرين بتاعنا عشان نقدر نحسب المساحات الخاصة بالقطاع العرضي اللي موجود عندي للطريق بتاعنا فهنا بيقول لي الحل طبعا الميل تلاتة الى اتنين خلي بالك كده تمام يبقى اي انا تلاتة على اتنين يبقى انا هقسم التلاتة على الاتنين ليه لان الرأسي على الوفق هنا المساح القانون بتاعك بيقول لك ايه عين اللي هو الارتفاع مضروبة في ب زائد نون في عين طيب عين ده اللي هو يا شباب عين اللي هو الارتفاع مقصود بيه الارتفاع اما به اللي هو عرض الطريق ونون اللي هو الميل يبقى اناكد تاني نون ده القانون السابق بتاعي باستخدمه لحساب مساحات القطاعات العرضية في الطرق وما شابه القانون ده بيقول لي ايه المساحة بتساوي عين اللي هو الارتفاع مضروبة في ب اللي هو عرض الطريق زائد نون اللي هو الميل مضروبة في الارتفاع ده القانون بتاعي لما نيجي نطبقه نقول يساوي الارتفاع بتاع الطريق بتاعنا كان 600 مضروب في 15 اللي هو عرضه زائد نون تاني اللي هو العين بتاع اللي هو الارتفاع 6 مضروبة في الميل بتاعنا اللي هو نون 3 على 2 زي ما قلت بأسم الثلاثة على الاتنين بتاعي يطلع الناتج بواحد ونص هنشوف كده المساحة بتساوي يبقى انا بصف المسألة بتاعتي واضربه بضرب بقسم الثلاثة على الاثنين لان طبعا اغلب ابنائي بينفزوا العملاء دي بشكل خطأ ازاي بياخد الستة يضربها في الخمستاشر زائد الستة يضربها فيه ثلاثة على اثنين بيطلع النتج بتاعه غلط طب بنعملها ازاي ميستر انا بقسم الثلاثة الاول ويكون طبعا الطالب بيقول لي يا ميستر انا حليت لكن انت انت حليت وفاهم ولكن لما جيت نفز نفزت خطأ على الالة الحزمة اثناء عملية اللي ايه اجراء العملية الحسابية اللي قدامي دي يبقى انا بقسم الاول الالتلاثة على اثنين بيطلع الناتج بواحد ونص مضربه فيه ستة والناتج اللي بيطلع اجمعه على الخمستاشر صافي الناتج اللي موجود ما بين الاقواس اضربه فيه الستة طلع الناتج عندك بمية اربعة واربعين وخلي بدك لازم تحط التمييز بتاعك ان انت هنا تتكلم على مساحة والمساحة بالمتر اللي ايه المربع ليه لانه عبارة عن طول فيه عرض الناتج اللي طلع عندك يبقى كده اجمال المساحة بتاعتك مية اربعة واربعين متر ايه مربع نشوف نوع تاني من التمرين بتاعتنا وندخل لجزء تاني من الاجزاء اللي موجودة عندنا في المنهج بيقول لي هنا ايه طبعا هنا كده هنتكلم عن الميزانية الطولية هنا القراءات التمرين بتاعنا بيقول القراءات الهاتية اخذت في ميزانية او عند اجراء ميزانية ماشي بين قريتين اجراء ميزانية لجزر بين قريتين فالقراءات هو موضحها هنا اتنين متر سبعة وستين تلاتة متر واربعة اربعة مش اربعة طبعا اربعة من مية مش تلاتة متر واربعة من عشرة اللي انه خلي بالك الفرق وده الاخطاء اللي بيقع فيها اغلب ابناء الطلبة ما بيعرفش فرق ما بين الاربعة من مية واربعة من عشرة ودي بتبقى مشكلة معاك لان ده 4 من 100 معناها 4 سنطي اما 4 من 10 معناها 40 سنطي لان انت هنا شغال بالمت يبقى اكتاني 3 متر و 4 من 100 يعني 3 متر و 4 سنطي متر و 59 بعد كده 63 من 100 51 3 و 81 51 94 و باقي القراءات انا حابب اكد هنا او القي نظرة على جزء مهم جدا من الاجزاء اللي موجودة عندنا وهي ان القراءات اللي بين الاقواس مؤخرات يبقى القراءة اللي هتيجي كده في بداية القراءات بتاعتي اول قراءة مؤخرة يبقى اخر قراءة عندك قبل المؤخرة التانية هتبقى عبارة عن مقدمة واخر قراءة في الميزانية هتبقى مقدمة ونبص على الجدول بسرعة عشان الوقت خلاص قرب ينتهي فلازم نكون عارفين وملمين بشكل الجدول قبل ما نسيبكم ونغادر ان شاء الله على امل اللقاء بكم قريب فلازم نبص ونشوف الاول قبل ما نغادر القناة طيب هنا بيقول لي ايه ده شكل الجدول اهو بأكد عليك هبقى عن نقطة مؤخرة متوسطات مقدمات ارتفاع وانخفاض لو انا هشتغل بطريقة الارتفاع والخفاض برسط طبعا بيرس الجدول او القراءات بتاعته في الجدول وبعد كده بيقارنوا النقطة التانية بالنقطة الاولى والنقطة التانية بالنقطة النقطة التالتة بالنقطة التانية واذا كان الناتج عندي اعلى وطبعا ده شباب هنلقى عليها الضوء عشان هنختتم الحلقة بتاعتنا بيها ان ايه الفرق ما بين الارتفاع والانخفاض اذا كان الناتج النقطة الاولى عندي بدأ بمتر النقطة التانية لما جرى صدى بقت متر وعشرين هنا القراءة ارتفعت معناها ان الارض انخفضت وبالتالي حطرح الاتنين من بعض والناتج احطه فيه خانة الانخفاض والعكس صحيح لو انا القراءة رقم اتنين كانت اتنين متر القراءة رقم تلاتة كانت عندي متر ونص معناها كده ان القراءة قلت يبقى الارض ارتفعت وبالتالي حطرح القراءتين من بعض والناتج هتحط عندي فيه خانة اسمها خانة الارتفاع كده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا يعني بإذن الله ندعو الله العلي القدير ان احنا نكون قدرنا يعني ان احنا نلم بيه عناصر المنهج بتاعنا فيه مراجعة او مراجعة بشكل عام على عناصر منهجنا بشكل كلي اتمنى بإذن الله لكم دوام التوفيق والنجاح دمتم في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته